بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا الوضع الاقتصادي والمالي والإصلاحات التي تمت في وزارة المالية ومجال بناء القدرات وتطرق اللقاء إلى أهم المشاريع الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والمالية والإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي وأثنى وزير المالية على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم للجوانب السياسية والإنسانية ومختلف القطاعات الاقتصادية وذلك في إطار الدعم الأوروبي لليمن واليمنيين مستعرضا الأثار الاقتصادية قرأت تصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية واستهدافها موالد تصدير النفط وتسبب ذلك بتراجع الإرادات التي تعد شحيحة في الوقت الراهن والإقراءات المتخذة من قبل الحكومة بصورة عامة والمالية بصورة خاصة في سبيل استدامة المالية العامة والحفاظ على استمرار صرف المرتبات للجانبين المدني والعسكري والتي تعد من أهم أولوبيات الحكومية وتطرق الوزير بن بريك إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي والأثار الناجمة عن هذه الإصلاحات وخطط وتطلعات الوزارة للمرحلة المقبلة مبيناً الأثار الناتجة عن الهدنة والجهود الرامية للسلام والمبادرات الهادفة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن كما أكد أن الحكومة أبدت حسن النوايا ووافقت على شروط الهدنة وفتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية بالرغم من الآثار الاقتصادية وما فقدته الحكومة من إيرادات اقتصادية إلا أن ميليشيا الحوث الأرهابية لم تبدي حسن النوايا واستمرت في إغلاق الطرقات المؤدية إلى المحافظات المحررة وحصار محافظة تعز وأعرب وزير المالية عن تطلع الوزارة إلى المزيد من الدعم في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية ونظم المعلومات والتجهيزات المادية بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء الديون عبر تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال ودعم المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسن الإرادات وخصوصا المتعلقة بنمو الإرادات الضريبية والجمركية ومن جانبهم أشهد سفراء الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبدلها وزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة والإصراحات التي قامت بها الوزارة وأثارها مؤكدين استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكذا دعمهم للإصراحات التي تقوم بها وزارة المالية